البداية بتأكيد وزارة الخارجية الامريكية امس ان الموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة ازاء قضية الصحراء المغربية لم يتغير مجددة دعم واشنطن للمخطط المغربي للحكم الذاتية باعتباره جادا وذا مصداقيا وواقعيا واوضحت وزارة الخارجية الامريكية في بلاغ تم تعميمه عشية زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون شمال افريقيا جوشو هاريس الى المغرب ان المسؤول الامريكية سيجدد تأكيد خلال مباحثاته بالرباط على انه ليس هناك اي تغيير بشأن الموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة ويأتي تشجيد هذا التأكيد على ثبات موقف واشنطن ليضحض بشكل قاطع عن دعاءات بعض وسائل الاعلام الجزائرية التي المحت تعقب الزيارة الاخيرة التي قام بها الدبلوماسي الامريكي الى الجزائر الى تغيير مزعوم في موقف الولايات المتحدة بشأن قضية الصحراء واضف البلاغوان الولايات المتحدة تدعم بشكل تام من المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة ديمستورا في تيسير عملية المفاوضات الرامية الى التوصل الى حال عادل وقائم ومقبول لدى الاطراف لنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية ترجمة نانسي قنقر